أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم في مشكلة بتواجه مرتدي تركيبات الأسنان المتحركة سواء طقم أسنان كامل أو تركيبة جزئية بمشابك وهي عدم ثبات طقم الأسنان أثناء الأكل طقم الأسنان بيبقى في حركة أثناء الأكل مش عارف آكل بطقم الأسنان طقم الأسنان بيتحرك ومش مستقر وأنا باكل ومش عارف أتحكم في حركة الطقم أثناء الأكل وده بيخليدي مش عارف أكل ومش عارف أستمتع بالأكل المشكلة ديت لها أسباب كتيرة جداً تعالوا نستعرض سبب سبب ونشوف المشكلة فين عندنا في الطقم أو التركيبة بتاعتنا وبالتالي هنعرف الحل أو العلاج أول حاجة لو أنا مستلم الطقم جديد ما ينفعش أني أحكم على ثبات الطقم من أول يوم ولا من تاني يوم ولا من أول أسبوع حتى لأن في حاجة اسمها تطبيع طقم الأسنان أني لسه طقم الأسنان طالما مستلمه جديد أو حديث التركيب بيكون لسه ما استقرش في مكانه ولسه ما حطش الطبعة بتاعته في الفم ولسه عضلات الفم وعضلات اللسان وعضلات الفك مش قادرة تتحكم في الطقم اللي هو بالنسبة لها حاجة جديدة دخيلة عليها وبالتالي فيه جسم غريب لسه أنا مش قادر أتحكم في حركة الطقم مع مرور أسبوع، اثنين، ثلاثة، يبتدي الشخص يتحكم فيه الطقم وعضلات اللسان تبتدي تخلي الطقم مستقر في مكانه وأقدر آكل بي وأمارس بي حياتي الطبيعي طيب، لو أنا المشكلة ديت استمرت معايا ربما بقى يكون فيه مشكلة في الطقم نفسه عايز حل زي مثلا إن حواف الطقم طويلة من مناطق معينة إما طويلة من ناحية الخد فبالتالي لما بحرك الخد بينط الطقم من مكانه إما طويلة من ناحية اللسان بالتالي مع حركة اللسان تبتدي الطقم يطلع إما مثلا طويل من ناحية الشفايف أو المشبك بتاع الشفايف اللي رابط الشفة بالفك العلوي أو السفلي وده برضو بيعمل لي مشكلة مع حركة الشفايف أو حركة تقليب الطعام في الفم بالتالي بتجي الطقم يتحرك طيب دي حلها إيه؟ حلها بسيط جدا أني بروح لطبيب الأسنان بيبتدي يأثر لي من الحواف اللي يعرف إن هي مكانها طويل بيعرفها وبتدي يأثرها وين عامها وين لمعها ولو المشكلة ديت كانت هي السبب بالتالي بعد كده ثبات الطقم بيتحسن ثبات الطقم بيزيد وبتدي أكل عليه طبيعي طيب لو الطقم مش مستقر في الفم بسبب إن الطقم نفسه واسع يعني الطقم واسع إما بقى الطبيب ما أخدش المقاسات صح إما مشكلة من المعمل ما قدرش ينفذ المقاسات اللي واخدها الطبيب صح إما أنا عندي تآكل شديد جدا فيه عظام الفك والطقم مش لاقي عظم يمسك عليه حاجات كتير قوي أو ممكن أنا أكون كنت الطقم ثابت وبعد كده بدأ يوسع نتيجة لتآكل شديد فيه عظام الفك طيب الحل إيه؟ الحل إن أنا لازم أديق طقم الأسنان طيب أديق طقم الأسنان إزاي؟ بتوجه للطبيب الطبيب بيعمل لي حاجة اسمها بطانة أو طبتين للطقم أو ري لعينينج للطقم بيديق الطقم طيب تجيء الطقم أنا تكلمت عليه قبل كده البطانة في منها البطانة المارينة، في منها البطانة الهارد أو الصلبة، في منها البطانة الفورية، في منها البطانة في المعمل، في منها البطانة عند طبيب الأسنان، في منها إني أقدر أعمل بطانة منزلية في البيت بنفسي أنا كمريض دون الحاجة لطبيب، ودون الحاجة إلى المعمل طيب لو البطانة عملت بطانة ولسه برضو الطقم واسع في الحالة ديت ممكن ألجأ للاصق طقم الأسنان لو أنا فشلت في كل الحلول إني أديق الطقم فبالتالي في الآخر خالص بأضطر ألجأ للاصق طقم الأسنان علشان أثبت الطقم في فترة الأكل أنا تكلمت قبل كده عن مميزات اللاصق وعيوب اللاصق وقلت الأفضل إن إحنا نقي لاصق يكون آمن على الصحة العامة ويكون الأفضل إن هو يكون زينك فري أو ما فيهوش زينك أو لا يحتوي على الزينك اللي بيسبب بعد كده تسمم الزينك إن كان الزينك هو اللي بيدي جودة أعلى للاصق ولكن اللاصق اللي بدون زينك هو آمن أكتر على الصحة وما حاولش أدمن استخدام اللاصق الأفضل إني مالجأش ليه غير لما أكون فعلا محتاجه وعندي مشكلة فيه ثبات الطقم طيب فيه حل تاني بالنسبة برضو لطقم الأسنان السفلي لو السفلي هو اللي بيتحرك أو طقم الأسنان السفلي فيه حاجة اسمها إني أطلب من الطبيب يركب لي حاجة اسمها استابيلايزر كنت متكلمة قبل كده في حلقة منفصلة عن الاستابيلايزر وإزاي أقول الطبيب بتبقى قطعتين زي قطعتين بلاستيك شفاف بيتركبه على طقم الأسنان السفلي من ناحية اللسان بيدي له استابيليتي وثبات واتزان أكتر للطقم السفلي دي بتتعامل للطقم الكامل وللطقم الجزئي السفلي مش العلوي العلوي ما بتركبلوش استابيلايزر زي ما انتو شايفين في الصورة إن شاء الله قريب برضو هعملكم حلقة خاصة إزاي أنا أركب بنفسي الاستابيلايزر في البيت دون الحاجة لطبيب ودون الحاجة إلى المعمل طيب بالنسبة للتركيبات المتحركة الجزئية ربما ما يكونش فيها مشكلة خالص ولكن المشكلة في عدم ثبتها أثناء الأكل هو المشابك المشابك محتاجة إن هي تتزبط تتديق بالتالي أنا ممكن أروح لطبيب الأسنان بكل بساطة أقولها يا دكتور هل في مشكلة في المشابك هي اللي مخليها تقم الأسنان واسع بالتالي الطبيب بيفحص المشابك وهو اللي بيديقها بنفسه سواء بيديقها بنفسه أو بيديقها في المعمل سواء كانت مشابك معدنية أو مشابك مططية مارينة أو مشابك أكريلي كريزن يقدر المعمل يديقها أو الطبيب يقدر يديق لك شوية المشبك لو هو واسع وده بيزيد من ثبات الطق في نفس الوقت ما بنعملش المشابك ضغطة على الأسنان عشان ما تعمليش بعد كده خلخلة وتأكل في الأسنان ومشاكل في اللاثة بنبقى بنديق المشابك ولكن بحدود وبحكمة طيب إنت دورك كمريض إيه؟ دورك كمريض إن أنت تلتزم بتعليمات الأكل مع التركيبات المتحركة وده هيخلي الطقم يثبت أكتر أثناء الأكل هيخليه في حالة اتزان يعني مثلا الشخص لازم يبقى عارف إن مش كل الأكل مسموح به بالتركيبات المتحركة ماينفعش مثلا إني أكل تفاح بالتركيبة المتحركة خاصة لو طقم كامل الأفضل إن التفاح بالذات بيتقطع حتة صغيرة أو بيتعمل كومبوت أو بيتهرس أو بيتعمل عصير أيا كان مثلا الجزر الجزر برضو من ضمن شوية الحاجات اللي بتبقى متعبة مع التركيبات المتحركة الأفضل إن يأكلوا مثلا مربع أعملوا عصير جزر أقطعوا أهرسوا يعني في حاجات كتير المكسرات المكسرات برضو لازم تتكسر كويس أوي بالكسارة وبعد كده تتفتفت تتدق مثلا بحاجة لكن في حاجات فيه ممنوعات كتير جدا ومسموحات برضو إني أكلها أو ما أكلهاش مع طقم الأسنان والتركيبات المتحركة مهم جدا إني أكل الأكل قطع صغيرة مع حطش قطع كبيرة أو حاجات صلبة جامد فيه الفم بالتالي بعد كده نقول إن الطقم حركته مش مظبوطة الطقم المضغ عليه مش مظبوط نتيجة لإن أنا بأكل أكل صلب بينزل قوة غير متوازنة على الطقم ويعمل لي عدم اتزان وعدم ثبات في الطقم أثناء الأكل كمان مهم جدا إني أدرب نفسي أكل على الناحيتين الناحية اليمين زي الناحية الشمال وأبتجي أدرب اللسان إنه هو يساهم إنه هو يثبت الطقم أثناء الأكل ودي هتيجي مع التمرين ومع الوقت بنبه في الآخر خالص لو في أي حاجة سنة عالية في الطقم في عدم توازن في العضة يمين وشمال بتجه للطبيب بيزبط لي العضة ديت لو في العضة في مشكلة لإن اتزان العضة وتطابق الأسنان العلوي مع السفلي بيزيد طبعا من ثبات الطقم أثناء الأكل لو في أي حد عنده أي سؤال أو استشارة طبية بيكتب لي في التعليقات مش بس في مجال التركيبات المتحركة أو موضوع النهاردة ولكن في مجال طب الفم والأسنان والفكين بصفة عامة برد على كل أسئلتكم ومستشارتكم لنستمر في النشر ودعم للحلقة بطلب منكم دايما تعملوا لايك أو إعجاب للفيديو مشاركته مع الآخرين اشتراككم في القناة شيء هيسعدني مش هطول عليكم بتمنى لكم دايما متابعين يوم سعيد وشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله